ترجمة نانسي قنقر ويحفظ المواطنين والمقيمين ويضمن سلامتهم وأمنهم الصحي وأشار معالي رئيس مينس الشورى إلى أن تأكيد جلالة الملك المفدى أن الوضع الصحي في مملكة البحرين بخير وأن البحرين تمضي نحو التعافي من الوباء بتكاتف أبنائها وحرصهم على الإقبال لأخذ التطعيم والالتزام بالتدابير الوقائية يترجم الثقة الملكية السامية بكل الإجراءات والخطوات التي اتخذت للقضاء على الفيروس في إطار الحملة الوطنية للتصدي لجائحة كورونا بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي تصريح لمعالي بمناسبة لقاء سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بكبار المسؤولين وأعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي لجائحة كورونا ونقل سموه لهم تحيات وتقدير جلالة الملك المفدى رعاه الله قال معالي رئيس مجلس الشورى أن التميز الذي تحقيقه مملكة البحرين في خطواتها الثابتة للقضاء على الجائحة يأتي نتيجة لتوجيهات جلالة الملك المفدى وانعكاس للإمكانيات العالية والخدمات العلاجية المتكاملة التي سخرتها مملكة البحرين حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذكر معاليه أن ما شهدته مملكة البحرين من انخفاض في أعداد الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية وتزايد أعداد المتعافين من الفيروس يبعث على الفخر والاعتزاز بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في هذا الشأن إلى جانب الوعي المجتمعي